السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله قد نرى الجزء الثاني من درس النشر والتعميل والمتطابقات الهمة وهو جزء النشر تعريف النشر النشر هو تحويل جداء إلى مجموع أو فرق A و B و C و K أعداد حقيقية قاعدة تقول K عامل A زائد B تساوي K A زائد K B كا عامل A زائد B كمتو أولا بK في A زائد K في B كا عامل A زائد B ناقص C تساوي K في A زائد K في B ناقص K في C نعطيه على سبيل المثال 2 عامل لثلاثة زائد 4 قد نحن نحسبوه هذا التعبير أو هذا الجداء الطريقة العادية بحساب ما بين قوسين إذا نساوي 2 عامل 3 زائد 4 داخل أقوص هي نساوي 7 2 عامل 7 هي 2 في 7 تساوي 14 إذا لدينا A عامل B هي 4 في B كا عامل B نساوي كا عامل A زائد B كا A زائد كا B على سابيل الجبري 2 عامل 3 زائد 4 نساوي قلنا غنضربو شنو وك انا يقول كا اثنان ا ثلاثة وبي هي اربعة اذا قلنا كا ا زائد كا بي كا يعني اثنان في ثلاثة زائد كا بي زائد اثنان في اربعة اثنان في ثلاثة زائد زائد اثنان في اربعة ثمانية ستة زائد ثمانية تسوي اربعة عشر كما تلاحظون انها الطريقة دي النشر طريقة النشر حصلنا على اربعة عشر وطريقة الحساب العادية حساب ما بين اقواس حصلنا على اربعة عشر اذا طريقة النشر هذه القاعدة الصحيحة بسحوة الشي ندرز التعبير الثاني كا عامل ا ناقص ب يسوي كا ناقص كاب ندروا مثال ثاني ثلاثة عامل لأربعة ناقص واحد تساوي نحسبها بالطريقة العادية هي ثلاثة عامل اربعة ناقص واحد هي ثلاثة تساوي ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة طريقة النشر قاعدة النشر ثلاثة عامل لأربعة ناقص واحد تساوي ثلاثة في أربعة ناقص ثلاثة في واحد تساوي اثنى عشر ناقص ثلاثة في الأخير تساوي تسعة النتيج نعنا عنها تسعة أول تسعة إذن طريقة النشر صحيحة ثلاثة ندرو ك عامل ا زائد ب ناقص ساوي ك ا زائد ك ب ناقص ك س نعطي مثال ثلاثة عامل اثنان زائد اربعة زائد ا عفوا مثال عندنا ناقص هذه الحسوبة بالطريقة العادية اسمه ما بين الأقواص اثنى زائد اربعة ناقص واحد اثنى زائد اربعة ستة ستة ناقص واحد يساوي خمسة اذا نساوي ثلاثة عامل خمسة ثلاثة في خمسة اخير يساوي خمسة عشر هذه الحسوبة الآن طريقة النشر ثلاثة عامل اثنان زائد اربعة ناقص واحد هذي نطبق القاعدة كعمل ا زائد ب ناقص س هذي ندلوها هنا اعط كا ثلاثة ا زائد ب ناقص زائد ب ناقص كاس كا في ا ثلاثة في اثنان زائد كا في ب ثلاثة ثلاثة في اربعة ناقص كافي س هي ثلاثة في واحد ساوي ثلاثة في اثنان ساوي ستة ثلاثة في اربعة اثنى عشر ثلاثة ناقص ثلاثة ستة زائد ثمانية عشر ثمانية عشر ناقص نحيد من ثلاثة ناقص ثلاثة هي خمسة عشر كما تلاحظون هنا بطريقة النجل حصل على خمسة عشر طريقة الحساب طريقة الاولى حسب ما بين اقواس حصل على خمسة عشر طريقة القاعدة صحيحة مصحوا هاتش ملاحظة الجمع والطرح والضرب التبادل نجو مثلا هذه القاعدة ك عامل ا زائد ك عامل ا زائد ب فهي بحار ا ب ب ك ب ا زائد ك ب ندير امثلة تطبيقية ها ا يساوي 5 عامل كما تلاحظون هذا التعبير وعلى شكل التعبير الأول كعامل لأ زائد ب كعامل لأ زائد ب كعامل لأ زائد ب تساوي كا في أ زائد كا في ب للتذكير كا هي كا في أ قلنا كا في أ إذن خمسة كا هي خمسة أ يأكس وبي هي إثنان إذن خمسة إكس زائد كا يعني خمسة في ب هذا المثال هو إثنان تساوي 5 في إكس هي خمسة إكس فاعدك تقول أ في ب ساوي أب أقولنا ستة في أ مثلا هي ستة أ بحال بحال نرجع المثال دينا قلنا خمسة في إكس ساوي خمسة إكس زائد خمسة في إثنان ساوي عشر نرجع المثال الثاني المثال الثاني هو بي عامل لثلاثة بي يساوي ثلاثة عامل لإكس ناقص واحد كما تلاحظون على الشكل كا عامل لأ ناقص بي لنكتبوهم الفوق لنطبقوها كعامل لأ ناقص بي كعامل لأ ناقص بي كعامل لأ ثلاثة أ هي إكس وبي هي واحد تساوي ثلاثة إكس نا ناقص المثال الأول أنه واحد أ زائد ناقص ثلاثة ع في بي إلى ثلاثة في واحد ثلاثة في إكس هي ثلاثة إكس ثلاثة في واحد هي ثلاثة ندل قاعدة أخرى A و B و C و D أعداد حقيقية A زائد B عامل C زائد D تساوي A في C زائد A في D زائد B في C A زائد B في D هذه جوة الحسوية A زائد B عامل C زائد B طريقة أخرى قاعدة اللولة عارفينها K عامل لأ زائد B يساوي K في A كA لنضع متى ك مثلا نضع K يساوي A زائد B هنا نعتبر هكا A زائد B نعتبر هكا وهكا C زائد D يساوي بحال لدينا C ولكن هنا A زائد B ماذا سنفعل 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 K كيف هو A زائد B سنفعل A زائد B زائد B كهنا A زائد B B B بفا المثال دينا شنو هو D هكذا نشره A زائد B C A B C A C C هكذا نشره F D A D إذن لاحظوا معي لاحظوا معي هذه القاعدة A C عندنا B C C A D عندنا كما نقطع هنا الجمعة تابعا إذن A C A D نحاول لها المكان هنا نجيب هنا زائد A D زائد B C نرضيها الجهة الأخرى زائد B C لنفس الطريقة إذا طبقنا القاعدة الأولى لكي نتأكد من هذه القاعدة لاحظوا معي A زائد B عامل C زائد D نبدأ اللول نضرب A في C زائد A هذا العنص اللول A يساوي العنص الثاني ديال الجهة A في D زائد نجيب العنص الثاني من الجهة الأول B ونضرب العنص الأول ديال الجهة الثاني في C زائد أخيرا B في D ندير المثال ديال النشر والتبسيط لدينا A يساوي ثلاثة X ناقص 1 عامل 2 X زائد 3 للشكل A زائد B عامل C زائد D A زائد B عامل C زائد D بعد شنك تقول A زائد B عامل C زائد D هي A في C A C زائد A D زائد B C زائد B D قد نجو نطبق القاعدة في التعبير A أيضا A 3 X إذن ثلاثة X في A سيقنا A سيقنا 2 X إذن 3 X في 2 X زائد A في D ثلاثة زائد 3 X قد نع A 3 X 3 X في D 3 3 زائد B B في الميتة نقص 1 X X X 2 X 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 ثلاثة اكس في ثلاثة ناقص واحد في اثنان اكس عدد سالف عدد الموجب هو عدد سالف ناقص واحد في ثلاثة عدد سالف عدد الموجب هو ناقص ثلاثة ناقص في الزاقة سنرى نبسط ما لدينا موضسة لدينا موضسة سعيدة ناقص واحد. لدينا حدد تسعة اكس لدينا حدد تصعها من جوزة تفاحات نطلق واحد وتعالى ناقص واحد وهنا حدد السعة ناقص ثلاثة مثال B يساوي 4x ناقص 2 عامل 3 على 2x ناقص 2 يساوي A نايا 4x B 2 3 على 2x بعد نقوم بالنشر هنا A في C يعني 4x B 3 على 2x زائد A A في D A في D يعني A زائد 4x دي هنا ناقص 2 ناقص 2 ندروه ما بين أقوص وخص زائد B B ناقص 2 ناقص 2 C هي 3 على 2x ناقص 2 زائد B ناقص 2 ودي هنا ناقص 2 ناقص 2 يساوي 4x في 3x على 2 ناقص 2 4x تراقص 2 ناقص 3 a 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 4x 3 x 12 تراقص 2 ناقص 2 عددين مختلفة الإشارة يساوي عدد سالب ناقص إثنان ثمانية ناقص إثنان ثمانية ناقص إثنان في ثلاثة على إثنان إكس إثنان في ثلاثة على إثنان إلا لاحظوا لقدروا الاختاز بإثنان مع إثنان ناقص إثنان ثلاثة على إكس ناقص إثنان في ناقص إثنان هو جداء عددين لهم نفس الإشارة هنا ناقص إثنان جداء عددين لهم نفس الإشارة هو عدد موجة إثنان هو زائد أربعة ثباثين بسطول ثناش على إثنان ستزاوي ما هو العدد الذي نضربه في إثنان؟ بشن نحصل على إثنان؟ ناقص إثنان ناقص إثنان عدد يتعلم أنه يساوي سيطان